السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر البيت الأبيض منذ ساعات قليلة أعلن عن تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط وتحديدا للمملكة العربية السعودية خصص مساحة كبيرة جدا للبرنامج بتاعه داخل المملكة العربية السعودية حدث ذلك على الرغم من أن صحف أمريكا منذ عدة أيام قليلة للغاية ما أكدتش الزيارة دي إلى درجة أن البعض كان بيحاول ينفي أن جو بايدن ممكن يزور أساسا السعودية ولما صحف أمريكا اكتشفت أن الزيارة دي مهمة للشعب الأمريكي ومهمة للإدارة الأمريكية لأن الموازين عندهم على المستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات وعلى مستويات ارتفاع الأسعار واختفاء السنع الاستراتيجية من الأسواق الأمريكية على كل المستويات دي فقرروا أن هما يدعموا الزيارة دي فبدأوا يفرض شرطهم في سبيل أن هما يحفظوا ماء وجه جو بايدن البيت الأبيض النهاردة أعلن عن تفاصيل الزيارة بالتفصيل الممل سوف يكون هناك لقاء مع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ستكون هناك مباحثات ثنائية ما بينها كل الأطراف هيكون هناك اجتماع مع كل دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق يعني الزيارة دي كان هدفها في البقام الأول المملكة العربية السعودية لكن الدوان الملك السعودي أيضا أصدر بيان البيان ده حضرتكم هنرجعوا مع بعضينا ومن خلاله هو والبيان اللي صدر عن البيت الأبيض هنطلع حقائق صادمة بس استبروا معنا لأن اللعب بدأ يحلو بشكل خطير جدا جدا شفتوا حضرتكم أو إريتو مصرحية فردرج دورنيمات اللي هو الكاتب السويسر الألماني المصرحية بتاعته اسمها زيارة السيدة العجوز أكيد سمعتوا عن المصرحية دي طبعا من المصرحيات العالمية اللي مشهورة جدا وليها تاريخ عريق أساسا وليها إسقطات خطيرة للغاية على واقعنا سواء إذا كان السياسي أو الاجتماعي المصرحية دي بتحكي إن فيه سيدة عجوز كانت مهاجرة من القرية بتاعتها قعدت نصف قرن من الزمان بعيد عن القرية بتاعتها ثم قررت العودة مرة أخرى للانتقام من كل الذين تورتوا في طردها من القرية بتاعتها منذ نصف قرن من الزمن رجعت ومعاها فلوس كتير جدا رجعت ومعاها سطوة رجعت ومعاها نفوز فبدأت تنتقم أول واحد انتقمت منه الشاب اللي غرر بيها وخلاها تكون حامل ورفض ان هو يعترف بقو بويته بالإضافة إلى عدد من الشخصيات اللي أثاروا ضدها طبعا مشاكل كتيرة جدا في أيام شبابها الأولانين رجعت وعرضت على القرية فلوس كتير قوي مقابل ان هم يساعدوها في تنفيذ الخطة بتاعتها وبدأ الصراع هنا بقى طبعا ما بين أهل القرية وبعضيهم لحد ما انتصرت السيدة العجوز على كل أهل القرية وانتقمت من الجميع طبعا مسرحية خطيرة جدا المسرحية دي انا مش عارف انا افتكرتها ليه دلوقتي لما البيت الأبيض اعلن عن زيارته لمنطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها المملكة العربية السعودية التفاصيل كتيرة جدا والاستنتاجات من بين البيانات التي صدرت عن الدوان الملك السعودي بالإضافة إلى بيان البيت الأبيض وتصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض هنستشف زي ما قلت لحضراتكم في مقدمة الحلقة الكثير من المعلومات لكن خلونا بس الأول نقرأ ونشوف ردود الأفعال بتاعة الزيارة دي بتاعة زيارة السيدة العجوز دي لمنطقة الشرق الأوسط بدعوة من الملك سلمان الرئيس الأمريكي يزور السعودية الشهر المقبل دققوا النظر في كلمة بدعوة من الملك سلمان دققوا فيها كويس قوي وهنجيب التفاصيل البيت الأبيض يعلن نخطط لزيارة بايدن للسعودية ودول بالمنطقة وسنعلن عن موعدها قريبا الكلام ده كان منذ ساعات قليلة ثم فوجئنا بعدها بسويعات قليلة أعلنوا عن التفاصيل النفط والأمن والتسليح تفاصيل زيارة السيدة العجوز جو بايدن إلى الشرق الأوسط بايدن يزور السعودية منتصف يوليو ويحضر قمة عربية مشتركة الرئيس الأمريكي يزور السعودية منتصف يوليو السعودية تعلن تفاصيل زيارة جو بايدن وقمة 16 يوليو بايدن إلى السعودية في يوليو هل سيلتقي أيضا قاضي عرب غير خليجيين واشنطن تكشف تفاصيل زيارة بايدن المرتقبة إلى إسرائيل والسعودية تعالوا بنا حضراتكم بقى نشوف التفاصيل ونطلع بقى المعلومات والاستنتاجات لأن بعض الأصدقاء والمتابعين قالوا بعد الزيارة دي هتحصل صدمات كبيرة جدا في قلب المنطقة خاصة وإن عينج وبيدن على المزيد من الإيجابيات حنان عاجم المهم أن بايدن يكون واخد العلاج بتاعه قبل الزيارة علشان ما يلغبطش الدنيا صح مظبوط بصوا بقى حضراتكم خلونا نبدأ من الدوان الملكي السعودي أصدر بيان البيان ده عبارة عن إيه الدوان الملكي السعودي قال إن الرئيس جوزيف بايدن سيزور السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يومي 15 و 16 يوليو المقبل إيه بقى مش أنتوا كنتوا بتقولولنا ده اللي هو إحنا يعني أنتوا يعني أنا إيه بنتبادل الأدوار مش أنتوا كنتوا بتقولولنا إن السعودية رفضة زيارة دي وإن هي بتسن شروطها دلوقتي الدوان الملكي السعودي بيعلن إن بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز وجهت دعوة لجو بايدن الله يعني إذن السعودية هي اللي موجهت دعوة للزيارة ما أبص حضرتك هو رسميا وبروتوكوليا المفترض جدلا إن الدولة المستضيفة أو الدولة اللي هيروح لها الزيارة هي أساسا تكون موافقة على الزيارة وتوجه الدعوة عشان ما تجيش في النص وتقول لا ما حصلش ولازم تصدر بيان بهذا الشأن عشان بس بعض الناس ما يفسروش المسألة بطريقة خاطئة لأن طبعا البيان قال في صدر صفحات الصحف السعودية ذلك الذي قلناه هدف الزيارة ده الدولة الملك السعودي بيقول تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين السعودية وأمريكا والرغبة المشتركة في تطويرها سيلتقي جو بايدن بخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لبحث أوجه التعاون ما بين الطرفين ومنخشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم اخدين بالكم من الحتة دي الدولة الملك السعودي في صدر البيان بتاعه قال إنها هيكون هناك لقاء مع الملك سلمان بن عبد العزيز ومع الأمير محمد بن سلمان ساعدتك ليه؟ لأن السيدة العجوز كانت قابل كده عندما دخلت البيت الأبيض لأول مرة في يناير عشرين واحد وعشرين قالت لا 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 سوف نجعل السعودية دولة منبوزة لأن محمد بن سلمان عمل كذا وسوى كذا والسعودية وتنتهك حقوق الإنسان ومش عارفه والكلام الفضي ده كله ورغم ذلك الدواني الملك السعودي قال إنها هيكون من ضمن أجندة الزيارة اللقاء الطبيعي إنه هو هيلتقي مع عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين ده أمر طبيعي إنما البيان حط جوه وأيضا من ضمن أجندة العمل وأجندة الزيارة لقاء لمحمد بن سلمان بس خلصت الكلمة دية ووجود الكلمة دية في قلب البيان السعودي رد على الهلفطة الأمريكية منذ عام رد على العجرفة الأمريكية إنه هما كانوا حطين محمد بن سلمان في دمخهم ليه؟ لأن محمد بن سلمان لا يعبر عن نفسه ولا يعبر عن السعودية فقط ساعدتك ده محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يعبر عن توجهات المملكة العربية السعودية فاكرين حضراتكم التصريحات اللي كان أطلقها الأمير السعودي منذ أسابيع قليلة في العديد من الصحف الدولية ومن بينها صحف أمريكية سعودية مصلحتها تشق طريقها مش مطلوب إن إحنا أساسا نلجأ للمملكة للولايات المتحدة الأمريكية في حل مشاكلنا السعودية حان الوقت إن هي تشق طريقها بشكل مستقل بما يحقق المصلحة بتاعتها جو بايدن مش مقتنع بالطريق اللي انتهجته واللي بدأت تشق المملكة العربية السعودية يخبط دماغه في أقرب حيطة بالإضافة إلى الإنشاءات التطورات مدينة نيوم المدن الزكية عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد السعودي البحث عن مصادر متعددة للاقتصاد السعودي خطة السعودية من أجل شق طريقها نحو المستقبل هو دا الفكر السعودي المستقبلي فجيجو بايدن قال لك لا لا أنا مش هلتقي بمحمد بن سلمان ولن ألتقي وهعمل وهسوى ومش عارف مين وبدأ يهلفط في التصريحات ثم حدث ما حدث عشان ما نكررش الكلام مرة تانية النتيجة إن من ضمن أجندة الزيارة أو على رأس الزيارة لتحرد دقة مقابلة خادم الحرمين الشريفين ثم الأمر محمد بن سلمان يعني إذن السعودية رغم أنف السيدة العجوز مش فرضت شروطها دا خلته أساسا ينفذ الأجندة بتاعة المملكة العربية السعودية ويحط الأمر محمد بن سلمان في قلب الأجندة رغم أنفه هو دا الطريق السعودي الجديد الدوان الملك السعودي قال أيضا جدول الزيارة هيتضمن يوم 16 يوليو الزيارة تستمر يومين جدول الزيارة هيتضمن يوم 16 يوليو حضور قمة مشتركة دعا لها خادم الحرمين قادة دول مجلس التعاون الخليج واللي هيشارك فيها رؤساء وقيادات مصر والأردن والعراق مش قلت لحضراتكم إن في حاجات بتحصل في قلب المنطقة وإحنا مش واخدين بالنا مش واخدين بالكم من النقطة دية بأمارة المباحثات التي أجريت ما بين قيادات الدول الثلاث العراق والأردن والمصر بأمارة الزيارات واللقاءات ما بين زعماء الإمارات والأردن ومصر في حاجة بتحصل في القفاء إلى درجة إن البيانات اللي صدرت عن المباحثات دية وعن اللقاءات دي وكات لقاءات مباشرة في قلب القاهرة البيانات اللي صدرت عن اللقاءات دية إنه نحن منبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التعاون المشترك بيننا وبين بعضينا قلت لحضراتكم بالحرف الواحد في حاجة بتحصل في الخفاء والحاجة دي لصالح المنطقة العربية ومن ثم بدأ التوافق العربي العربي بشكل كبير جدا خاصة بعد أحداث روسيا وأوكرانيا وماربع وعشرين فبراير الماضي إن فيه اتلافات فيه تكتلات فيه تنسيق فيه مباحثات فيه حاجات بتعقد واتفاقات غير عادية أدي نتيجة الاتفاقات قمة مشتركة كل الزعماء العرب هيكونوا موجودين في القمة دي ده اللي قالوا الدوان الملكي السعودي شوفوا بقى المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبير صرحت للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية النهاردة وقالت إيه بخصوص زيارة جو بايدن على الرغم من أن هي أتحفتنا منذ سويعات قليلة وقالت بص يا جماعة إحنا مش عارفين الزيارة هتتم إمتى يعني يا جماعة ما تضغطوش علينا أكتر من كده لأن بصراحة ربنا إحنا لسه ما إحناش عارفين الزيارة ديت هتتم قال يعني هم مش مهتمين أو بالزيارة على الرغم من أن هم مرتبين الأوراق بتاعتهم ومحددين المعاد بشكل غير عادي لأن هم أكتر له لإتمام هذه الزيارة لصالح السيدة العجوز فإزاي حضرتك لسه كنت أنت بالأمس بتقولي إحنا مش عارفين الزيارة إمتى ثم النهاردة تعلن علاماتنا الطائرة الرئاسية النهاردة للإعلاميين الأمريكيين وتقول بالحرف الواحد حددنا موعد الزيارة وأعلنت عن الأجندة وأعلنت عن التفاصيل كاملة يبقى معنى ذلك الزيارة ديت متحددة من فترة لأن هم الملهوفين عليها الست جانبيير بتقول جو بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط من يوم 13 إلى 16 يوليو وهيشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي مع حضور مصر والعراق والأردن مظبوط حنان بتقولي السعودية اشترطت دول الخليج ومصر والأردن والعراق لطرح المطالب العربية لكل هذه الدول ثم الست جانبيير قالت إن الزيارة هتبدأ بزيارة إسرائيل اللي بحصل أمنها وازدهارها واندماجها في المنطقة بالإضافة إلى أنا عاز أقول لحضراتكم على حاجة مهمة للغاية إن الهدف كان زيارة السعودية فقط وعشان السيدة العجوز ما تكسفش نفسيها قالت إحنا هنعمل جولة في الشق الأوسط ده بعتقل وإيه والسعودية بقى في الآخر مش قلت لحضراتكم شغل مخابرات أو شغل أجهزة أمنية إن كنت يكون معاك معلومة خطيرة جدا ومهمة جدا فييجي الضبط اللي شغال معاك يروح عاملها كده وروح مع أطحها ويرميها في سلة الزبال ويقول لك لا المعلومات ده ما تنفع عنها إشتماعنا عارفين كل المعلومات ده إيه ده وبعد ما سيئتك تمشي يروح واخد الورق المهمة جدا اللي انت كاتبها بالمعلومات الخطيرة اللي انت جايبها ويبدأ في البحث فيها هو عاوز يقلل من قيمة المعلومات اللي معاك عشان ما يدلكش المقابل القوي بالإضافة إلى ما يخلكش على رأي المصريين تتمرع وتتصور إنك انت جبت له حاجة زات قيمة هو بيحاول يضغط عليك في سبيل إنك انت تحس إنك انت مأثر وبالتالي تبزل قصارى جودك من أجل الحصول على معلومات أفضل هو ده نظام أجهزة المخابرات فدلوقت حضرتكم أساسا زيارة السيدة العجوز الأمريكية دي للمنطقة كان الهدف منها إن هي تجرب سرع عشان يحصل توافق مع المنطقة العربية في سبيل إنه هما يحصروا روسيا ويفرضوا على روسيا الشرطهم بالإضافة إلى جو بايدن يحصل على مكاسب تخص النفط وتخص الاقتصاديات لإنقاذ الموقف الأمريكي لإن طبعا السيدة العجوز بتعاني الأمرين وبطلطهم بالعاشرة استاذ بادر آما زبوت ما هو ده اللي احنا طرحناه في بداية الحلقة وهيزور الضفة الغربية للتشاور مع القيادات الفلسطينية بعدها يتوجه للسعودية لمناقشة خلي بالحضراتكم ملف اليمن وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني طبعا ملف اليمن هو ده كان أهم حاجة في المسألة بالنسبة لجو بايدن كمحاولة للأعتذار للسعودية ودول الخليج عن تقاعس الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم منطقة دول الخليج واستقرارها ومحاولة الضغط على إيران ومنع تدخلاتها في قلب منطقة الخليج تعالوا بقى حضراتكم نشوف السيدة العجوز بعد الزيارة هتعمل ايه؟ من ضمن الأهداف بتاعة جو بايدن رقم واحد النفط سم النفط سم النفط رقم اثنين محاولة الضغط على المنطقة العربية من أجل تحقيق المصالح الأمريكية ومحاولة التراجع عن دعم روسيا في صدامها يحصل كون انك انت هتروح للسعودية وتروح لدول الخليج وحضور مصر والعراق والأردن يبقى معنى ذلك انت بتحاول تعمل تعباقة غير عادية أساسا في مواجهة روسيا بالإضافة إلى محاولة انك انت تزود النفط في سبيل انك انت تنقذ نفسك خاصة وان الكثير من الولايات الأمريكية زي ما قال الكثير من المسؤولين الأمريكيين على وشك ان القهرابة تطع منها بسبب عدم وجود نفط وصلت الأوضاع في قلب الولايات المتحدة الأمريكية الى درجة ان جو بايدن بعضمت لسانه الأول مرة في تاريخ أمريكا يقول بالحرف الواحد على كل الأجهزة الأمريكية المسؤولة ان هي تضغط على شركات النفط عشان ما يزودوش الأسعار يا جماعة عمركم كنت تشوفوا أمريكا تقف الموقف ده يعني معنى ذلك موقف صعب للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية طيب ايه الصدام القادم نوعيته ايه هل يطرى فعلا هيحصل صدام الاجابة احنا يمكن اجابنا لحضراتكم عليها في اكتر من حلقة بمقدار يعني بمعنى كنا بنوضح بعض الأجزاء اولا الولايات المتحدة الأمريكية الطبيعية ان هي هتحاول تحصل على اكبر قدر من المكاسب ثانيا الدول العربية لن تعود الى الوراء مرة اخرى وليس ادل على ذلك من التكاتف والتقارب العربي العربي في الاوينة الاخيرة وبشكل غير عادي وبشكل سريع جدا بعض الاصدقاء والمتابعين من المناطق العربية المختلفة من اكتر من دولة عربية وقالك طيب فين الجزائر فين تونس طيب فين الدول العربية الأخرى طيب ليه ما حضرتهاش بص يا جماعة انتم دلوقتي في موقف انت محتاج تكاتف عربي وتنسيق عربي عاجل لان التطورات اللي بتحصل في المنطقة العربية وبتحصل في العالم بتحصل بشكل سريع جدا فانت دلوقتي عندك مثلا تونس مشغولة بالتحديات اللي بتواجهها كان الله فعون الرئيس قيس سعيد عندك الجزائر بالملفات بتاعتها انت محتاج الدول العربية القريبة من منطقة الخليج على المستوى الجغرافي بحيث ان هي بتشكل امن واحد هذه هي واحدة الحاجة التانية لو تذكروا ان عاهل الاردن الملك عبدالله قال بالحرف الواحد ان خلال المرحلة القليلة القادمة الدول العربية هتحل كل التحديات اللي بتواجهها وتحل ازمتها ومشاكلها مع بعضيها بدون اللجوء للولايات المتحدة الامريكية يعني اذا الدول اللي ما تحضرتش يبقى لها اسبابها من ضمن الاسباب وده تحليلي على فكرة انك انت بتاخد الدول القريبة تصلة بالمساحة الجغرافية بتاع الدول الخليج الدول دي بتشكل مساحة جغرافية واحدة بالاضافة الى هناك تقارب سريع وعاجل تقدر انك انت تخرج منه ومن خلاله بايجابيات سريعة واتفاق سريع هو ده اللي حصل وده تحليلي فدلوقت حضرتكم الدول العربية مش هتسمح للولايات المتحدة الامريكية ان هي تفرض شروطها زي ما كانت بتعمل قبل يوم 24 فبراير لان يوم 24 فبراير اللي هو يوم تفجر ازمة روسيا واوكرانيا ده يمثل تاريخ بداية نهاية تاريخ وبداية تاريخ مختلف الدول العربية الاول مرة تستخدم اوراق الضغط بتاعتها وتبتعد عن المصاري الامريكي الدول العربية الاول مرة يحصل بينها وبين بعضيها تكاتف تقارب اتفاق على تنسيق مصالح غير عادل اول مرة في تاريخها وبالتالي الدول العربية عمرها باي حال من الاحوال هترجع خطوات للخلف ليه؟ ليس ادل على ذلك من التنسيقات المذكورة سابقا وبالتالي الصدامة الذي قد يحدث في منطقة الشرق الاوسط ليس نابع من الدول العربية انما من الممكن ان هو يكون نابع من دول اخرى في الشرق الاوسط خايفة على مصالحها زي مثلا ايران زي تركيا الدول دي هتتهبل وهتتجنن زي الدول الاوروبية ليه حضرتكم؟ لان الدول العربية اصبحت بتتقارب مع الصين مع روسيا مع كوريا الشمالية وبدأت تتباعد عن كل من للتحدي الاوروبي وعن الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي هيحصل صدام لكن مش صدام قادم من المنطقة العربية لان المصلحة مشتركة سقوا تماما ان اللقاء ده الدول العربية هتخرج منه بمكاسب طائلة وبدأت فعلا تحقق المكاسب دي ليس ادل على ذلك التوتر طبعا في دولة اليمن بينعكس على كل دول المنطقة الولايات المتحدة الامريكية حطت ملف اليمن في الاجندة بالاضافة الى مصر وحضرها ملف لابيا يا حلتها يبقى احنا نجحنا في ان احنا نضغط بحيث ان ملف اليمن يتفض اشتباكه ملف ليبيا ومصر كذلك مكاسب استراتيجية على مستوى التعاون بعض الناس هتقول احنا لازم ناخد موقف من امريكا ونقطع العلاقات ما فيش حاجة اسمها الكلام ده كله ده في مجال السياسة اسمه شغل تهريج يعني انت مش هتقدر اساسا انك انت تقول بصي امريكا انا زعلانة بقى امارت انك انت عملت كذا وكذا وكذا في حاجة اسمها علاقات دبلوماسية في حاجة اسمها علاقات استراتيجية في حاجة اسمها ان مهما كانت الخصومات والتحديات اللي اثيرت بيني وبينك ففي الحالة دي يتحضرتك اساسا في مزايا تقدر تاخدها من خلالي وفي مزايا اقدر اخدها منك انت وبالتالي المنطقة العربية هتنتهز الفرصة يوم 15 و 16 يوليو القادم لتحقيق اكبر قدر من المكاسب طيب حضرتك انت هتاخد مكاسب هي الولايات المتحدة الامريكية غبية الى درجة ان هي تديك المكاسب من غير ما تطلع بمكاسب هتطلع بمكاسب اللي هو ايه حضرتك النفط تخيله يعني معنى ذلك ان السعودية واللي بتاعه دول الخليج هتتخلى عن روسيا لا من الكده فاكرنا حضرتكم الوافد اللي بعثته جامعة الدول العربية نيابة عن المنطقة العربية وراحت لروسيا يمكن بعضكم ما اخدش بالو من الزيارة دي الزيارة دي لاتمام اجراءات وتدخل المنطقة العربية في الملف ده فاكرنا حضرتكم اللقاء اللي تم مع وزير خارجية روسيا و دول الخليج والدول العربية مباحثات المباحثات لم يعلن عن نتائجها تفتكروا حضرتكم المباحثات دي تتعملت ليه؟ المباحثات بتاعت سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا ويه دول الخليج بالاضافة الى مباحثات الوفد العربي مع روسيا بالاضافة الى المباحثات التي تمت ما بين الدول العربية وبعضيها خلال الفترة اللي فاتت كلها بتصب في نفس الاتجاية الدول العربية قررت ان هي تتدخل بعض الناس قالوا ها الدول العربية معها ايه؟ عشان تقدر ان هي تحل الاشتباك ده؟ لا معها كتير جدا وليس ادل على ذلك من ان الدول العربية كلها لففت الولايات المتحدة الامريكية حوالين نفسيها وبعد ما كان جو بايدن قرر ان هو ما يزورش السعودية والسعودية دولة منبوزة جاي على ملوش دلوقتي ليه حضرتكم؟ لان اوراق الضغط اللي بدأت الدول العربية تنسقها مع بعضيها بدأت تتزايد بمعدلات غير مسبوقة وبالتالي انا زود النفط اوكي ما عنديش مانع بس روسيا رفع الحصار من حواليها رد الشيء لاصله هو دا لها يحصل وده تحليلي وخلينا نشوف النتائج والاستنتاجات القادمة في كل الاحوال الدول العربية نجحت في ان هي تستغل اوراق الضغط الموجودة ما بين ايديها لأول مرة ان شاء الله تستقر الاوضاع وتسير من افضل لافضل اشتركوا في القناة